موسيقى القوات العراقية تقدم نحو جامع النوري وساعات قليلة تفصل تحرير المنطقة من احتلال داعش العاهل السعودي يعين نجله الامير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وفي دبي حملة برادات الخير تكتسب زخما خلال رمضان ويستفيد منها المئات يوميا اصعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام اهلا بكم الى نشرة اليوم المفصلة من اخبار الان نبدأها من العراق ومن اهم التطورات الميدانية هناك التي تتعلق بجامع النوري حيث افادت مصادر عسكرية لاخبار الان ان الساعات القليلة المقبلة سيتم فيها تحرير جامع النوري الكبير الواقع في الموصل القديمة والذي اعلن زعيم داعش ابو بكر البغدادي منه خلافته المزعومة وافادت ذات المصادر ان القوات الامنية العراقية اقتحمت جميع احياء ومناطق مدينة الموصل القديمة وسيعلن خلال الساعات المقبلة تحرير جامع النوري الكبير كما اكدت مصادرنا ان مسلحي داعش اعلم اكثر من 150 مدنية من الدروع البشرية الذين استخدمهم افراد التنظيم في الموصل القديمة بعد محاولتهم التوجه الى القوات الامنية العراقية بينما يتم احتجاز اخرين حتى الان الى سوريا حيث استولت قوات الاسد والميليشيات المولية على منطقة بئر القصب الواقعة في اقصى الريف الشرقي للعاصمة دمشق وقال مراسلنا ان تقدم قوات الاسد جاء بعد معارك عنيفة خضتها تحت غطاء جوي روسي ضد الجيش الحر المتمركز في البادية السورية وريف السويداء الشرقية اعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش اليوم اسقاط طائرة سورية من دون طيار من صنع ايراني بطراز شاهد 129 يتي ذلك في عقاب الازمة الجارية بسبب اسقاط التحالف الدولي لطائرة تابعة لقوات الاسد في ريف الرق الجنوبي التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التاني اعلنت استراليا الثلاثاء انها علقت الضربات الجوية في سوريا مؤقتا كاجراء احترازي بعدما اسقطت الولايات المتحدة طائرة عسكرية تابعة لقوات الاسد يوم الاحد وبعد تهديد وجهته روسيا لطائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن وكانت طائرة حربية امريكية اسقطت الاحد طائرة تابعة لقوات الاسد في ريف الرق الجنوبي وقالت واشنطن ان الطائرة كانت تسقط قنابل قرب مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة بينما صرح النظام بان الطائرة اسقطت خلال مهمة تستهدف تنظيم داعش وتعليقا على هذا الحادث اعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان الاثنين تعليق التعاون مع الولايات المتحدة حول منع الحوادث الجوية في سوريا بدءا من الاثنين وقالت الوزارة ان القوات الروسية ستستهدف اي طائرة في مناطق عمالها في سوريا مشيرة الى ان واشنطن لم تستخدم قناة الاتصال مع روسيا قبل اسقاط المقاتلة التابعة لقوات الاسد واضافت انها ستعتبر طائرات التحالف التي تحلق غرب الفرات اهدافا مشروعة وكانت وكالات انباء روسية نقلت عن وزير الخارجي سيرجي لافروف قوله ان على الولايات المتحدة احترام وحدة الاراضي السورية والكف عن اي افعال احادية في البلاد من جانبه قام التحالف الدولي بضربات جوية في منطقة الرقة فقط في حين كانت جغرافيا ضرباته اوسع ووفقا لقوات التحالف ففي الثامن عشر من حزيران يونيو تم تسديد خمس عشر ضربة بالقرب من مدينة البوكمال في شرق سوريا على الحدود مع العراق وادير الزور شمال الشرق سوريا والرقة شمال سوريا وبعد اعلان روسيا عن وقف التعاون مع واشنطن في التاسع عشر من حزيران يونيو كانت جميع ضربات التحالف في منطقة الرقة فقط كما اعلن التحالف انه سيجري اعادة انتشار لطائراته في سوريا ردا على تدابير روسيا قال مرسل اخبار الان نقلا عن مصادر عسكرية ان قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على الجسر القديم جنوب مدينة الرقة لتفرض بذلك حسارا كاملا على المدينة من جهتها الاربع مرسلتنا رونك شيخي والتفاصيل مع تحرير قوات سوريا الديمقراطية احياء جديدة واقترابها من الدخول الى وسط الرقة تشتد وطيرة المعارك مع تنظيم داعش داخل المدينة نحن الآن داخل احد المصفحات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية نحاول التوجه الى حي حطين اخر الاحياء التي تم تحريرها من قبضة داعش في المحور الغربي طبعا الحي خطر جدا قد افلها وانت تساقط بشكل عشوائي بالاضافة الى الالغام المزروعة من قبل تنظيم داعش كان علينا الترجل من العربات المصفحة للوصول الى حي حطين والاختباء داخل احد المنازل الاسوات التي نسمعها الآن هي اطلاق الرصاص من قبل قوات سوريا الديمقراطية على احد طائرات الكشف لتنظيم داعش من اجل اسقاطها على مشارف حي حطين الذي يشهد مواجهات عنيفة يحاول تنظيم داعشة اعادة السيطرة على النقاط التي خسرة مستخدما طائرات مسيرة ومحملة بالمتفجرات تارة والالغام والسيارات المفخخة تارة اخرى كما يشن التنظيم هجمات معاكسة ليلا على مواقع القوات الديمقراطية في احياء المشلب والصناعة وغيرهما هدفنا الاساسي هو المدنيين والاطفال والشيوخ الذين داعش يضعونهم جدار ما بيننا وبينهم ولكن نقول للشعب والامة وكل من يسمعنا والاطفال والشيوخ الرقة هي هدفنا وأخذنا تجارب من جميع المناطق التي تحررت سنحرق بأقل خسائر وأقل دمار لأنها كانت مقر لتنظيم داعشة الارهابي محورنا من عند دوار حزيمة وهو جاي من طرف الغربي لحتى جسر الجديد حاليا نحن تلت المدينة محررة بالكامل يعتمد تنظيم داعش أساليب حرب الشوارع والاختباء داخل الأنفاق ومن ثم تنفيذ التفجيرات عبر الأحزمة النسفة التي يرتديها مقاتلون وهذا ما قد يعقد ويعرق العملية اختراق محيط المربع الأمني أهم نقاط التنظيم في الرقة روناك شيخي لأخبار الآن من حيحطين داخل مدينة الرقة أحييكم من جديد أصدر العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا صباح اليوم يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصبي وزير الداخلية وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالته الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان اختار الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد وتم تعينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع في اليمن قتل أكثر من 15 فرد من ميليشيات الحوثي وصالح في جبال مديرية نهم شمال شرقي صنعاء إثر مواجهات مع قوات الشرعية وضربات لقوات التحالف العربي وأسفرت المواجهات عن فرار مسلحين حوثيين من مواقعهم في جبال نهم تحت وقع نيران القوات الحكومية قال الخبير في الشؤون الأمنية أحمد ميزاب إن العمليات الناجحة التي قامت بها قوات الجيش الوطني الجزائري طيلة السنوات الأخيرة مكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين بينهم أمراء باعتبار أن القضاء على الظاهرة الإرهابية يستلزم القضاء على الرأس حتى تتساقط بقية الأجزاء وتصبح سهلة المنال أن الجزائر في سياستها الاستراتيجية الأمنية هي تعتمد على قطع رأس الحية وليس على قطع ذنب الحية باعتبار أن نعيجي بأن القضاء على الظاهرة الإرهابية يستلزم القضاء على الرأس حتى تتساقط بقية الأوراق وتصبح سهلة المنال وكذلك يمكن إسقاطها بشكل سهل لكن البحث عن القاعدة دونما البحث عن الرأس فبالتالي نحن نفتح المجال ونسمح كذلك بتفرخ هذه الخلايا وهذا ما يفسر أن الخلايا الإجرامية أضحط غير قادرة على الهيكلة أو غير قادرة على تشكيل نواة جديدة لأن كل ما كان في محاولة لتشكيل نواة جديدة لتنظيمات إجرامية إلا ورأينا أن سيف المؤسسات الأمنية يقطع تلك الرؤوس لنا تجربة فيما يسمى بجند الخلافة التي تشكلت في 2014 بأنها كلما أرادت أن تجدد قيادتها كلما تم الإطاحة بتلك القيادة بتالي أصبحت خلية مفرغة من المحتوى غير قادرة على المناورة غير قادرة على النشاط بل أضحينا نتحدث على خلية تتلاشى مع الزمن نتحدث كذلك على محاولات في 2016 و2017 من أجل تشكيل نواة لما يسمى بتنظيم داعش في الجزائر إلا أن كل كان محاولة الاجتماع من أجل تشكيل تلك النواة إلا ووجدنا أن الآلة الأمنية تطبخ على تلك المحاولات وبالتالي تجعلها تتبخر دون أن تصل إلى تحقيق أدفي يكتنف الغموض مصير زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي بعد إعلان الجيش الروسي قتله على الأرجح في ضربة شنتها طائرة في الثامن والعشرين من شهر مايو أيار الماضي على اجتماع لقيادي التنظيم بالقرب من الرقة شمالي سوريا ويقول مسؤولون أن البغدادي يختبئ في ألاف الكيلومترات المربعة من الصحراء بين العراق وسوريا التفاصيل مشاهدين في سياق التقرير التالي من هنا وتحديدا من هذا المنبر بدى كل شيء صادما شخص غريب الملامح يلتحف رداء أسود كما مرافقيه يعتلي حشدا يلقي خطبة وينصب نفسه قائدا على ثلة مسلحين جاءوا من شتى أسقاع الأرض ليعلن قيام دولة كبرى زعم آنذاك أنها ستأتي على بر البلاد وبحرها حفل الخطاب بتعبيرات هوجاء لم تكن في حقيقتها سوى أكاذيب منمقة إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري أو ما يعرف بأبي بكر البغدادي ذهب بعيدا في نسج معالم الدولة المزعومة لأتباعه وأطلق وعودا سخية بتكرار مشهد احتلال مدينة الموصل على مدن أخرى أمام أعينهم مرات ومرات وأنها أي مدينة الموصل ما هي إلا أول الغيث لكن المفاجأة وبعد ثلاث سنوات على ذاك الخطاب الشهير اختفت تلك الشعارات وأضحت ضربا من الخيال واختفى معها قائلها ثم اختفت لاحقا شعارات التباهي والتمجيد بالدولة المفترضة وأضحت مساعي البغدادي تقتصر حصرا ما بين كر وفر من مخبأ لآخر متغاضيا عن مصير الآلاف من أفراد التنظيم المتساقطين يوميا على أكثر من جبهة وهو ما ضحض رواية زعيم التنظيم وزمرته القيادية الذين أبدوا استعدادهم في القتال جنبا إلى جنب مع أفراد التنظيم أبو بكر البغدادي ذاك الزعيم الذي أراد ومقاتلوه عبور جميع الحدود يشتازها اليوم هاربا متخفيا لا متقدما تقارير استخباراتية عديدة أجمعت أنه يتخفى في مكان مجهول على الحدود العراقية السورية إذ أن تلك المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة ويسهل فيها التعرف على الغرباء ما يوفر له بلاذا آمنا ويتنقل بين أكثر من مخبأ في سيارات مدنية أو شاحنات صغيرة كانت للمزارعين وهو يغير من شكله وملامحه باستمرار كي لا يتم التعرف عليه ويصاحبه فقط سائق وحرسان شخصيان وهنا يظهر جليا هاجس البغداد الأمني وتهوي شعوره بالثقة بأولئك الذين يكتنفوه فالمكافأة التي رصدتها واشنطن للإدلاء بمعلومات عن زعيم التنظيم قد تغري أحد المرافقين ضمن الدائرة الصغيرة المحيطة به ترصد نهاية داعش في العراق وسوريا ضلالا من الترقب حول بآل زعيم أخطر تنظيم إرهابي في العالم وتفتح بابا من تكهنات لا تنتهي حول مصيره الذي تضاربت حوله الأنباء مؤخرا وأيا كان من ذلك فإن هزيمة داعش الوشيكة في مدينتي الرقى والموصل قسمت ظهر زعيم التنظيم وقلمت أضافره ولم يعد بإمكانه سوى الاكتفاء بالاختباء قتل رجل يشتبه في أنه انتحاري على يد قوات الجيش البلجيكي في محطة القطارات المركزية في بروكسل وقالت الشرطة أن الرجل كان يرتدي ما يبدو أنه حزام ناسف سبب انفجارا صغيرا ولم يصفر عن إصابة أحد بجروح من جهته أكد الإدعاء العام أن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه هجوم إرهابي فيما علن وزير الداخلية البلجيكي التعرف إلى هوية منفذ تفجير بروكسل تحت الشعار مع اللاجئين أحيى العالم يوم أمس اليوم العالمي للاجئين حيث تعتقد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الوقت حان أمام زعماء العالم وقادته لإبراس حقيقة مفادها أن الجمهور العالمي يقف مع اللاجئين وقضيتهم في عالم يجبر فيه العنف مئات الأسر على الفرار تعتقد مفوضية اللاجئين أن الوقت حان لإبراز حقيقة أمام زعماء العالم مفادها هو أن الجمهور يقف مع اللاجئين ولذا أقامت المفوضية حملة تحمل هاشتاغ مع اللاجئين لإيصال تلك الحقيقة إلى الحكومات التي ينبغي عليها العمل معها والقيام بما عليها اتجاه اللاجئين وفي تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالم للاجئين أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الرقم القياسي الذي وصل إليه عدد لاجئي العالم وسجل عدد النازحين داخليا رقم قياسيا بلغ حوالي أربعين مليون نازح من إجمال حوالي ستين مليون مهجر أغلبهم من سوريا والعراق وكولومبيا ويشكل اللاجئون السوريون أكبر عدد اللاجئين في العالم بلغ حوالي خمسة ملايين سوري حسب إحصائيات الأمم المتحدة وذكر تقرير أممي أن من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية إلى جانب الفقر والاقتصاد الهش تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان كأسباب وراء لشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد ورجح التقرير أن الكوارثة الطبيعية ستتسبب في المزيد من التشريد في المستقبل بالنظر إلى ارتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال ارتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بالتغيير المناخ وتدهور البيئة ومن المرجح أن زيادة الجفاف ستتسبب في انتقال العديد من سكان الأرياف إلى المدن الأمر الذي سيفرد ضغوطا على أسواق العمل وقطاع السكن ويحتفى بيوم اللاجئين استذكارا لشجاعة ملايين اللاجئين ومثبرتهم وقوتهم ويمثل هذا اليوم في هذا العام علامة فرقة أمام عامة الجمهور لإبراز دعمهم للأسر التي أجبرت على الفرار من مناطق الموت أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم مشاهدينا جولتنا الصحفية القصيرة لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة النهار اللبنانية التي نطالع منها الأيفون الخاص بك سيتبع حالتك الصحية كيف؟ تعمل شركة أبل على خطة سرية لتحويل أيفون إلى مركز شخصي لجميع المعلومات الطبية الخاصة بك وقالت مصادر إن الشركة تعمل خصيصاً مع أبل لإضافة بيانات التشخيص إلى أيفون بما في ذلك فحوص الدم من خلال التكامل مع المستشفيات والمختبرات واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية سامسونج تطرح نوت 8 قريباً جاء في تفاصيل الخبر كشفت تقارير أن شركة سامسونج تخطط لعقد حدث خاص بعد شهرين من الآن للإعلان عن الجيل القادم من سلسلة هواتف جالاكسي نوت وتفيد التقارير بأن هاتف جالاكسي نوت 8 سوف يقدم شاشة منحنية تأتي بحجم أكبر مقارنة بهاتف جالاكسي S8 بلس الذي يقدم شاشة بغياس 6 بصات ومليمترين وسوف يأتي مع كاميرا خلفية مزدوجة من صحيفة القبس الكويتية يا مشاهدين نقرأ لكم الكشف عن هاتف يوتافون من الجيل الثالث قدمت شركة باولي يوتا تكنولوجي هاتف يوتافون من الجيل الثالث المزود بشاشتين دون أن تكشف عن مواصفاته التفصيلية وستنطلق مبيعات الهاتف الخريف المقبل بسعر 350 و400 دولار ومن المتوقع أن يطلق بإصدارين أحدهما بذاكرة 64 جيجا بايت والآخر بذاكرة 128 جيجا بايت صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم جهاز ذكي جديد لترجمة اللغات المختلفة في ثلاث ثوان فقط طورت شركة ليجمو انترناشنال جهازا ذكيا ليترجم اللغات المختلفة في ثلاث ثوان فقط ويمكن للجهاز حاليا ترجمة عدد من اللغات منها الإنجليزية واليابانية والفرنسية والإيطالية إلا أن العيب الوحيد يكمن أن كل المتحدثين عليهم ارتداء الجهاز للحصول على الترجمة نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا شكلت قضية التصدي للإرهاب على صفحات الإنترنت من مواقع ووسائل التواصل صدعا حول العالم حيث تتهم حكومات أوروبية الشبكات الاجتماعية بالتأخر في دحر تحركات الإرهابيين عبر الإنترنت والسماح لهم بتنسيق عمليات وتجنيد العشرات لارتكاب الهجمات تفاصيل أوفى مشاهدين في سياق التقرير التالي عند وقوع هجوم إرهابي تتجه أصابع الاتهام إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها شريكا في تلك الجريمة حيث تتهم الحكومات الأوروبية الشبكات الاجتماعية بالتقاعس في دحر تحركات الإرهابيين على الإنترنت ضغوط مستمرة ومتزايدة تواجه عمالقة الإنترنت لمعالجة التطرف حيث من المتوقع أن يدعم القادة الأوروبيون حملة صارمة بقيادة المملكة المتحدة لتنظيم الإنترنت وسيتولى وزير الخارجية بوريس جونسون الدعوة إلى ضمان عدم وجود مكان آمن للإرهابيين لتخطيط الهجمات وتبادل المواد على الإنترنت إذ بات بإمكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على أي شخص يضبط وهو يهاجم شبكات الكمبيوتر الخاصة بدول الاتحاد في أحدث خطوة يتخذها الاتحاد لردع الهجمات بعد حوادث اختراق في بريطانيا وفرنسا واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على إمكانية البدء في تطبيق ما أطلقوا عليه تدابير مقيدة تشمل حظر الصفر وتجميد الأصول والحظر الشامل على العمل مع أي شخص أو شركة أو حكومة تطورت في هجمات تسلل إلكترونية ومن الجديد بالذكر أن في أعقاب الحوادث التي تعرضت لها لندن حثت رئيسة الوزراء تيريزا مي شركات وسائل التواصل الاجتماعية مثل جوجل وفيسبوك وتويتر للقضاء على المحتوى الإرهابي والاتفاق على تدابير مع قادة المجموعة السبع في أيبريل جنبا إلى جنب الخطة الجديدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل هذه الإجراءات والضغوطات جعلت بعض المنصات الاجتماعية تتحرك سريعا لاتخاذ إجراءات صارمة إذ يعمل فيسبوك مع فريق من مضاقق الحقائق في العديد من المناطق حول العالم فضلا عن أدوات إلكترونية ذكية وفريق متخصص لتحديد وتعقب الحسابات الوهمية على سبيل المثال قام فيسبوك بحثف 30 ألف حساب وهمي بث أخبار كاذبة خلال الانتخابات الفرنسية فيما أكدت شركة جوجل أنها ستنفذ المزيد من الإجراءات لتحديد وحثف أي محتوى إرهابي يحض على العنف أو التطرف على منصتها وأوردت جوجل أنها ستوسع تعاونها مع جماعات مكافحة التطرف لتحديد المحتوى الذي قد يستخدم لتجنيد المتشددين اكتسبت مبادرة بدأت العام الماضي بشكل بسيط بهدف توفير وجبة الإفطار لعمال النظافة وحراس الأمن وعمال البناء الذين يعملون في الخارج خلال شهر رمضان اكتسبت زخما كبيرا هذا العام لتشمل أنحاء دبي وتحظى بدعم من الهلال الأحمر ويستفيد منها المئات يوميا وبدأت الحملة بمبادرة فردية ضمن ثلاجات وأصبحت اليوم تضم 170 ثلاجة في أنحاء المدينة وجرى تثبيت أماكنها على موقع جوجل بلس مابس أجواء رمضانية متعددة يعيشها سكان العاصمة الأفغانية كابول فبين الاهتمام بالمأكلات وأصنافها والحرص على توفرها على مئدة الإفطار وبين إقبال الناس على المساجد والإفطار في بيوت الله التقرير التالي يرسل لنا لوحة رمضانية من كابول يعد شعيب لزبائنه المخلل الأفغاني الشهير وهو سيد الموائد في الشهر الكريم ولتكاد مئدة أفغانية تخلو من رائحته وطعمه ويقصد دكانه طيلة النهار كل راغب في تجهيز هذا النوع من المأكلات لموعد الإفطار أما في مسجد وزير أكبر خان فيجتمع قبيل المغرب مواطنون أفغان من سكان كابول للاستماع إلى إرشادات دينية ورفياك في الدعاء بأمل السلام والاستقرار في البلاد أجواء رحمانية تغمرها سعادة إيمانية فيها يجتمع مواطنون أفغان انتظارا لذهب الضماء وابتلال العروق وأداء صلاة المغرب وقبل ذلك يعلنون للجميع استياءهم الشديد من الحرب الدائرة وينادون بضرورة السلم واستقرار الأمن لقد أصبح استقرار السلام الشغل الشاغل لسكان البلاد والصلح خير ففي أي فرصة مذهبية أو ثقافية وفي أي اجتماع الكل يتحدث عن ضرورة السلام نحن نرفع أصواتنا الداعية إلى الكف عن الاقتتال على المخالفين المسلحين أن لا يلطح أيديهم أكثر بدماء أهلنا الأبرياء العزل مما لا شك فيها أن الصلحة مما أمرنا الله به إن المخالفين الذين يقتلوننا باسم الإسلام ينبغي أن يراجعوا هذه الإرشادات الإلهية على أولئك الذين يفتون للمجموعات المسلحة بضرورة القتل والحرب أن يتقوا الله في العباد والبلاد قرابة أربعين سنة ونحن نعيش في هذه الدوامة الخطيرة وتقتلنا هذه اللعبة المميتة في أخبارنا الرياضية ودع المصنف الأول عالميا أندي موراي لقب بطولة كوينز الإنجليزية للتنس من الدور الأول وذلك بخسارته أمام المصنف التسعين عالميا الأسترالي جوردون تومسون بمجموعتين دون رد وتلقى اللاعب البريطاني الهزيمة الأولى بمباراته الخمس عشرة الأخيرة بالملاعب الشعبية كما أنه خسر في بطولة كوينز بعد أحد عشر فوزا متتاليا بعيدا عن الرياضة أو في الرياضة شارك مئات الأشخاص في أنحاء مختلفة من الهند في جلسات لممارسة اليوغا قبل يوم واحد من اليوم العالمي لهذه الرياضة شاركت فتيات ونساء في الجلسة داخل حوض الاستباحة في مدينة رابجوت ويقال أن ممارسة اليوغا في المياه تساعد على كسب القوة والثوازن وحرق مزيد من الذهون مقارنة بجلسات اليوغا العادية وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين القوات العراقية تقدم نحو جامع النور وساعات قليلة تفصل تحرير المنطقة من احتلال داعش العاهل السعودي يعين نجله الأمير محمد بن سلمان ولي للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء وفي دبي حملة بردات الخير تكتسب زخما خلال رمضان ويستفيد منها المئات يوميا بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع وشاهدين عضو ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجلس الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة